نحن عندنا قروض والتزامات للبنوك معروفة طبعاً موجودة على دفاترنا وهاي جزء من المبالغ هذه اللي حتى تجينا من بيع الأصول طبعاً بيع الأصول ما يستوي في دفعة واحدة لكن نحن برمجينها بطريقة لجزء منها تخفيض التزاماتنا للبنوك بذلك تخفيض إسعار الفائدة ونسبنا وكلفة التمويل جزء منها سيكون لأطفاء الخسائر الموجودة حالياً لكن جزء منها وهو جزء المهم الاستثمار طبعاً عندنا طموح تكلمنا عن مشروع تكايا لكن عندنا طموح نستثمر حوالي 5 مليار درهم نطلق مشاريع بـ 5 مليار درهم على الفترة المستقبلية فبيع الأصول هذا سيساعدنا على الاستثمار في مشاريعنا الجديدة إن شاء الله تأسمتكم للأموال تبقى تدي مثلاً 30% للاستثمار والباقي يتم توزيعه على إطفاء الخسائر أو الديون بصراحة لأن الموضوع هذا يكون على فترة معينة مستقبلية حالياً خلصنا جزء معين أعلمنا عن المبلغ بين الـ 300 و 260 و 560 من قروضنا هذا الجزء كبير من قروضنا والتزاماتنا الخسائر مليارين في طرق عديدة لمعالجتها منها استخدام بعض البيع هذا وجزء مننا سيستخدم في الاستثمار والاستثمار طبعاً نشوف شو العايد منه وبناء على العايد من استثماراتنا العقارية والمشاريع التي سنطلقها سنقرر شو استخدام بيع الأصول المستقبلية ممكن نشوف مثلاً سكوك بسندات ربما للتعامل مع الخسائر استخدام عوائدها أو زيادة رسمات للتعامل مع الخسائر جميع الطرق ممكن نشوفها ونحن ندرس كذا خطة بينها التي ذكرتها وغيرها طبعاً السكوك يمكن صعب لأننا قد نعيد التزامات سنزيد نطفئ التزاماتنا لا نزيد التزاماتنا لكن هناك أسليب عدة لأطفاء الخسائر ونحن ندرس جميعها إن شاء الله ستشوف من هنا لأن آخر السنة وأول السنة القادمة ستشوف تغيير جدري في الهيكل التمويل للشركة لكن بدايتنا ستكون في المناطق التي نحن عدنا خبرة فيها وما دامت موجودة وعندها منطقة حيوية مثلاً هي موتور سيتي في الأخص لأراضين أكثرها فيها ومنطقة حيوية ومنتعشة فحيكون العائد منها استثمار في منطقة حيوية حيكون العائد منها أكثر من أن نستثمر منطقة نائية أو أن نشتري أرض في منطقة غير فبدايتنا ستكون في موتور سيتي لكن طموحنا أكبر من موتور سيتي طموحنا سيكون ليس فقط في دبي لكن للإمارات جمعلاً طمعاً أكيد ترجمة نانسي قنقر